السلام عليكم اهلا بمحضراتكم والفيديو جديد خاصة بنقابة المعلمين بتعلن عن صرف دفعة معاشات شهر ابليل غدا بازن الله تعالى. تفاصيل خبر محضراتكم على النقابة العامة للمهنة التعليمية برقاسة خلف السناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن توفير المبالغ المخصصة لصرف دفعة معاشات شهر ابليل الخاصة بالاعضاء والورصة بماكينات الصرف الآلي غدا السلساء تسعة وعشرين مالس عشرين اتنين وعشرين. ويبلغ عدد الاعضاء المستحقين متين تسعة وخمسين الف عدو بكيمة مية واتنين مليون جنيه. وعشر تلاف جنيه بينما يبلغ عدد الورصة متين واتناشر الف وستمائة وستمائة اربعة وستين مستحق بكيمة تسعة وعشرين وربعمية سبعة وستين الف جنيه. قررت النقابة في وقت سابق ارسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم والمالية ورئيس لجنة التعليم بالس النواب. توضح الوضع الحالي لصندوق معاشات المعلمين. الذي يشهد تراجع كبير في موارده بعد خروج تلتمية تلتة وستين الف معلم من المعاش خلال اخر تمس سنوات وتوقف دفع اشتراكاتهم بجانب تراجع باقي مؤيدي الصندوق. في زل زيادة دفعة المعاشات المستحقة الى مية اربعة وتلاتين مليون جنيه حاليا. والنقابة اكدت انها بحثت كل الحلول وانتهت بدرورة تغيير قانون النقابة اللي مرة عليه اتنين وخمسين سنة. آآ منذ بقى صدوره عام الف وتسعمائة ساعة وستين بما يدعم زيادة موارد الصندوق. صندوق المعاشات الخاصة بالمعالمين. ويمكن 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 يمكن نقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه كل الاعضاء. ان شاء الله يكون خير على الجميع وكل عام وانتم بخير. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.